السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته مبارك لكم هذا اليوم عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغار جعل الله وإياكم من الثابتين على ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام خير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آي من الذكر الحكيم يلقيها على مسامعكم طارق ومؤذن الحضرة القادرية السيد عبدالقادر النعامي فليتفضل مشكورا محفوفا بالصلاة على محمد وآلي محمد الله صلي على محمد وآلي محمد وعجل فرجهم وألعن حدورهم ورصوا قيلهم مقتلاء 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 يا الله يا محمد يا علي يا محمد وصلاة والسلام شكرا العقل شكرا العقل شكرا عقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يغفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مداجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العليم العظيم ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء أخوة الفضلاء سادتنا مشايخنا أهلا وسهلا بكم ونحن نجتمع عند أبينا الصدر المتصدر وفي عيد الغدير الأغر عيد الله الأكبر أشكر لكم قبول دعوتي دعوة أخيكم مقتدى الصدر وأتشرف بحضوركم وأعتذر عن تقصيري معكم فأنتم عماد الحوزة العلمية الشريفة وجند الولاية العظيمة فأهلا وسهلا بكم واسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم الكريمة كلمة بيوم عيد الغدير الأغر بسم الله الرحمن الرحيم إنه يوم أشرقت فيه شمس الولاية فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنور أعدائها وتركهم في ظلمات لا يبصرون ولما أضاءت تجلت الحقيقة الفاطمية العلوية على مستحقيها فعنار الله عقولهم بها وتوابعت نفوسهم بها وخشعت أبصارهم بها ولانت قلوبهم لها فاستيقنتها أنفسهم وتجذرت فيهم بسوابغ آلاء الله تعالى وأفضاله فتمت نعمته على من قال نحن بوصي الرسول مؤمنون موقنون فعلي مع الحق والحق مع علي فها هو يوم الغدير يفتح أبواب الرحمة والمغفرة والإيمان على البرية جمعا فقد أشرقت الأرض بنور ربها وفتحت أبواب جنة علي فسيق الذين اتقوا ربهم إلى تلك الجنة العالية فسيق الذين اتقوا ربهم إلى تلك الجنة العالية ذات القطوف الدانية فيا أيتها النفس المطمئنة للولاية وبالولاية ارجعي إلى وليك راضية مرضية وادخلي في حب علي وادخلي في حب علي وادخلي جنتي بل وربوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فكما قال خير البشر محمد صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون وإن شيعتك على منابر من نور مبيبة وجوههم حولي أشفع لهم ويكونون غدا في الجنة جيراني بعد أكثر من هذا الشرف شنو وإن حربك حربي وإن سلمك سلمي وإن سلمك سلمي وإن سريرتك سريرتي وعلانيتك علانيتي وإن ولدك ولدي وإنك منجز عداتي وإنك علي وليس أحد من الأمة يعدلك عندي فالحمد لله فالحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين حمدا دائما لا ينقطع وأول بركات الولاية في يوم الغدير الأغر هذا أو أن وفقنا الله تعالى لأن يكون لنا عيدا ومزيدا لأولنا وآخرنا في عراقنا الحبيب عراق علي وصي الرسول وزوج البتول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأول الإخلاص للرسول وابنته البتول ولعلي وصي الرسول بعد إذ بلغ ما أنزل إليه من ربه أن نعترف ونطيع ونذعن لوصيته إذ أوصى بالخلافة لعلي ولا خلافة من دونه وأوصى به بعلي فكان وصيه ولا وصاية من دونه ونصبه وليا ولا ولاية من دونه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه أينما دار فهو كما قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إنك مني وأنا منك وإنك مني بمنزلة هارون من موسى بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعده فهو عليه السلام بمنزلة الأنبياء ومصافهم إلا إنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء والرسل أجمعين اللهم متعنا بطاعة أبوي هذه الأمة وثبتنا على حبهم ومحبتهم إلى الحشر بحقهم عليك وبحقك عليهم يا أرحم الراحمين فبنص القرآن صراط علي حق نمسكه فاشفع لنا عند الله يا أبا الحسن والحسين فاليوم قد شرفنا الله بعطلة العيد الثالث عيد الثالث زمناً والله هو العيد الأكبر ليكون باباً للعيد الرابع شنوه عيد ظهور مولانا الإمام الإمام المهدي روحي له الفداء ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أشكر الشعب العراقي أجمع على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير وأخصه سنة العراق المنصفين الذين كانوا لنا سنداً في حب الوطن وفي جهاد المحتلين وفي الاعتدال ونبذ الطائفية فعلي لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم بل للإنسانية جمعاً فهو القائل إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق فنحن العراقيون يجمعنا الوطن ويجمعنا الرسول ويجمعنا حب علي ويجمعنا الاعتدال ويجمعنا الاعتدال فحي الله أخوتنا في الدين ونظراءنا في الخلق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وشكراً لكم جزاكم الله خير جزائي المحسنين الممنونين يا الله يا محمد يا علي يا مهدي وصولنا